كل سنة وحضراتكم طيبين يا زمال كوية يا مخلصين يا طيبين يا أصلة يا جدعان يا اللي بتظهروا وقت الشدائد السنة الجديدة هتكون عليكم سنة خير وبركة ونجاح وتحققوا كل يتمنون أول شيء باتمنلكوا في السنة الجديدة الصحة والسلامة لك والأهلكو والكل أحباكم واتمنلكوا تحققوا كل اللي نفسكم فيه وندعي مع بعض يا رب للسنة الجديدة تكون السنة بيضة في كل شيء بقى في قلوب كل بيضة في نتاج في فريقنا الزمالك في عودة المجلس في الانتصارات في كل شيء لوطننا الحبيب أتمنلكوا والله من قلبي كل الخير ساعدتي جدا 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 من معرفتكم خلال اليام البسيطة اللي فاتت اللي كونت لي معاكم إنه بقى لي أهل وناس رحبون جدا كنا نقدنا مع بعض لخدمة البلد أولا ولخدمة نادي الزمالك إحنا مجموعة اللي بنعمل في الجريء تيفي واللما بقول إحنا بقول أنا وانتو هدفنا هو مصلحة نادي الزمالك ووش محتاجين أي حاجة من نادي الزمالك غير كده فبنضعوا يا رب بقولي يا رب السنة الجاية نادي الزمالك يرجع وينصالح حاله ويرجع المجلس المنتخب ويرجع الناس ما تتظلمش الناس اللي حاولت تعمل من نادي الزمالك الكيام وبعد كده يكون لنا كلمة أخرى مع المجلس لما يركب ولكن احنا في الوقت ده بندع لهم بنا رب نحفظهم ويرجعوا بالسلامة لأنهم أدوا الزمالك كتير ودلوقتي بيقابلوا من ناس في مقعد السلطة بيقابلوا بكل ظل يا رب السنة الجديدة تكون كويسة عليهم وعلينا أنا ما حبيتش أعمل فيديو ولا أي شيء يرفع الضغط النهاردة حبيت أقول لكم كل سنوات طيبين وبتمنى لكم كلكو أيام سعيدة وبداية من بكرة إن شاء الله في أفكار حلوة هنعملها مع بعض بس أنا عايزة التواصل أكتر لكم معايا عن طريق الفيسبوك صفحة الفيسبوك دايما بسيبها في التعليقات أو في الوصف أسفل الفيديو ياريت تتواصلوا معايا الفيسبوك عشان في أفكار حلوة عايزين نعملها مع بعض المصلحة نادي الزمالك عايزين نوصل رسالتنا بصوت عالي بصوت مؤدب بصوت معتر يا جماعة في ناس بيندسو الصنع وبحاول يكتبوا حاجات ضد الرئيس أو ضد الأهلي أو ضد المشعارف إيه إحنا أنا ببزل موجود جميل جدا أنا والأصدقاء اللي معايا في مساعة زي التعليقات فمش عايز إحنا ننجرف ليهم يعني بلاقي مساعة تحدي يتشد ويرد عليهم الناس ظلمة اللي همش عندنا غير إن هم يتمسحوا بلوك لإن أخلاقياتنا مش كده إحنا نازل نحب ندي الزمالك وبندفع ندي الزمالك بأدب واحترام مش هتطلع مننا نفظ وحش إنما هم كل ما يضغطوا على إن هم يهدوا ندي الزمالك كل ما إحنا بنفجر أوادي عندهم يعني كل ما الوزير يضغط كل ما إحنا بنقلب في ملفاته كل ما اللجنة الأولمبياء بتضغط كل ما بنقلب في ملفاته كل ما الأهلي بيضغط كل ما بنقلب في ملفاته وملفاتهم كتيرة بس الوقت الوقت ما عندناش وقت إن هنفتح كل يوم خمسة طواضي رب الله يدينا ويديكم الصحة وإحنا هنفتح يرجعوا الله الزمالك في حال وهنبقى في حال ترى كل اللي مطلوب سيبوا الزمالك في حال وخلي الملعب هو الأساس وهو الفارق يعني ننزل نلعب راجل لراجل في الملعب ولا 11 راجل 11 راجل والأفضل هو اللي يكسب يا ما الزمالك تغلب وكنا بنسقف ما عندناش مشكلة عندنا مشكلة في إنك تكسبنا برى الملعب تهدنا برى الملعب تأزينا برى الملعب هو دي مشكلة فبنقول يا رب سنة جديدة تكون سنة حلوة وسنة جميلة عليكم على كل اللي يسمعوني على أهليكم على أحبابكم وما تقلوش طالما احنا معنا ربنا ما بنخافش وإن شاء الله هنحقق كل اللي احنا عايزين معنا ربنا احنا قلنا الله وعلى الوطن وبعدين الزمالي فنفكره دايما في ربنا يبقى دعونا لربنا وتاني حاجة نشوف مصلحة الوطن ما ننشيش أي أهداف فيها تخريب وتالت حاجة مصلحة الناس الزمالي وطول ما فيه شوية روح ونفس طالع وداخل عندنا وفيه عندنا قوة قراطتنا ومحبتنا مستمرين وهننجح فإن احنا نحقق قضيطنا وقضيطنا تاخد يوم تاخد شهر مش هايزهقونا مش هتحق علينا بساسي التجديد لساسي ولا التجديد لبلشارقي ولا التجديد للمشعرف مين إن احنا نتلخم هم بيعتقدوا إن الزمالي كي حقق انتصارين ويجددوا لاتنين ثلاثة لعيبة ده ولموضوع الزمال الكوية هيه لو إذا هم مدة والزمال الكوية لهم خرار وزمال الكوية ليهم وقت الظلم تظهر مع دنهم يعني وإلا كان زمالي كلنا سبنا الزمالي ديما الزمالي التغلب ويما حكام حكمه ضده ويما نجوم سبوه وكريو عشان فلوس كان زمالي كل ما الزمالي كان بيحصل معها كبوة كل ما تقول نحبه أكتر ونقف معه أكتر يعني حاجة في الدم يعني ما بتتعليكش أبداً لها بحبكم كلكم حابة أقول لكم كل سلامة طيبين أنتوا أجمل ناس في الكون وأنتوا أشرف ناس في الكون وأنتوا أعظم ناس في الكون وإن شاء الله طالما أنتوا معاكم الأراضة دي هنحقق كل اللي أنتوا عايزين وباسمي وباسموكو بواجه رسالة المستشار ومرتد منصور والأمير والأحمد إحنا معاكم كل سلامة طيبين إحنا عرفين أنتوا بتسمعونا كويس كل سنة طيبين كل سنة طيبين وإحنا مش هنسيبكو وإحنا فضع روكو وإزام الكوالي الشرف وكلهم فضع روكو ووجههم معايا رسالة للمستشار المتدى منصور ولولاده أسفل هذا الفيديو وبقيت أعضاء المجلس عشان ما ننسوهمش يا جماعة عشان هما برضو بزلوا وجهد كبير اسمعين يوسف هنيزاد الناس دي كلها مش عايزين سحل نقول لهم كل سنة طيبين ووجههم والرسائل المتعيزينها في التعليقات وإن شاء الله سنة سعيد عليكم واراكم السنة الجديدة إن شاء الله بأفكار وقناة بالقناة الشديدة جدا ضد كل ظالم بحبكم من قلبي واراكم على خير